موسيقى نبدأ تجوالنا القصير بين الصحف العربية لهذا اليوم مشاهدين من صحيفة المصري اليوم المصرية التي نطالع منها في الصحة الموافقة على أول علاج جيني لمرض السرطان جاء في تفاصيل الخبر وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أول علاج جيني لسرطان الدم القاتل بتكلفة تتجاوز 475 ألف دولار للمريض الواحد ويسمى العلاج الجديد كيميريا ويعمل عن طريق إعادة برمجة خلايا الدم البيضاء للمرضى وتوجيهها إلى الأورام السرطانية العدوانية والتي فشلت معها طرق العلاج التغليدية اخترنا لكم من صحيفة القبز الكويتية فرنسية تبتكر دمية تتلو القرآن ابتكرت سيدة الأعمال والأم الفرنسية سميرة أمارير لعبا يمكنها أن تنقل لابنتها الصغيرة المعرفة بالعقيدة الإسلامية وتشبه الدمية جنة الدمية الشهيرة باربي وصممتها أمارير من الألف إلى الياء ويمكنها تلاوة أربع من سور القرآن ونقرأ من صحيفة اليوم السابع المصري علماء الفلك يكتشفون امتلاك كويكب لقمارين يدوران حوله كشفت صور الرادار التي تم التقاطها خلال رحلة الكويكب الذي مر بجانب الأرض يوم الجمعة الماضي عن تفاصيل جديدة عن هذا الكويكب إذ أظهرت امتلاك الكويكب اثنين من الأقمار الصغيرة يدوران حوله صحيفة الإمارات اليوم عنونت بين صفحاتها مشاهدين جهاز جديد يقيم حوارا ثنائيا مع الطعام قدمت شركة مينلا الألمانية نوعا جديدا من أجهزة الطهي عبارة عن حوار ثنائي مع الطعام ونقطة الطهي الخاصة به إذ تقوم المستشعرات بداخل الجهاز باحتساب الطاقة الحرارية الموجودة في الأطعمة بدقة وختما مشاهدين من صحيفة البيان الإماراتية ونعود إلى الصحة وقرص للوقاية من أمراض القلب والسكري يعتقد باحثون في جامعة بنسلفانيا الأمريكية أنه يمكن الوقاية من أمراض القلب والسكري من النوع الثاني من خلال قرص دوائي يجري تطويره حاليا وقال الباحثون أنهم اكتشفوا من خلال تجاربهم سبع طفرات جينية تزيد من مخاطر الإصابة بهذين المرضين بشكل كبير اشتركوا في القناة